دي اناي مساء الخير العاب الفيديو العاب طيران العدو الإسرائيلي يعتدي بعدة صواريخ أطلقها باتجاه بعض نقاط الجيش في محيط بلدة حضر وتلكرومجابا في القنيترا أقدم طيران العدو الإسرائيلي بالاعتداء بعدة صواريخ أطلقها باتجاه بعض نقاط الجيش في محيط بلدة حضر وتلكرومجابا في القنيترا واقتصرت الأضرار على الماديات أنه أبو السوس أغارت طيران الإسرائيلي على عدد من نقاط الجيش الأسد بالقنيترا شو الجديد بالموضوع؟ شو عمل لي اليوم أنت؟ طيران إسرائيلي وأغار بسوريا ما فيه غارات إسرائيلية بسوريا أكتر ما فيه برازة شو الجديد بالموضوع؟ سوريا الأسد الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الغارات ما فهمت؟ عادة شو الجديد؟ زيارة الأخيرة لنتانياهو إلى بوتي أظن أن هذه النتائج المباحثات بين نتانياهو وابوتي لم تأتي في مارعا من وجهة نظر إسرائيلية بعدها رئيس وزراء العدو بكل تأكيد لم يسمع كلاما يريحه من قبل القيادة الروسية هذا يعني بأن جميع ما جاء به رئيس الوزراء الكيان الصهيوني قد عاد بخفيفة نين ولم يستجاب له آه طبعا وهي لأن مؤشر دولة مهتمين فيها صراح نتانياهو على روسيا فشلة الزيارة رجع مأنجر معه يفيش خلقه بعمل عسكر يعمل غارة وطبعا الأسد عقله كبير ما برد على واحد موتور ولو فش خلقه بأنه قصف سوريا ما برد عليه بس لحظة خيش شو خص زيارة نتانياهو على روسيا بالغارة ما فهمت؟ ليه قبل الزيارة شو؟ أفاد مرسل الأخبار بوقوع عدوان على مطار التيفور بريف حمص عدوان استهدف مطار التيفور عدوان إذن على مطار التيفور بتفضل هاي دي قبل الزيارة الفيش لعمل غارة أصلا بتحسوا قبل ما يروح يسافر بيحجز اتنين تيكتس واحد لطيارته واحد لطيارة حربية تطلع تقصف بسوريا روحة راجعة عن روحة تقصف عن راجعة تقصف هاي دي جاي هيك بالباكيج بوكينج دوت كوم نتانياهو طالع على روسيا طيارتين دغري وحدة حربية وحدة مدنية دغري ما فيه حتى حتى عتريفاغو صاروا عم يعملون عروضات انه بدل طيارة مدنية اتنين عسكرية هاي دي ما يروح قصف بحد ما نجد ما خصنوا ببعض القصف دائم ليك ما يكون عم يتمرنوا بكل تأكيد يعني اولا هذا العدوان هو الثاني خلال هذا الأسبوع حيث كان هناك عدوان كما تفضل من سبقني من الأساتذة عدوان عم طارتي فوريوم مساء الأحد الماضي وهذا اندل على شيء كما تفضل تم يدل على ان المهمة لو نجحت من المرة الأولى لكانت اقتصرت على أهداف أخرى ولكن تكرار على نفس الأهداف وبنفس الصيغ وبنفس الحجج هذا يعني بأن دائما هذه الأعمال تبوء بالفشل هذا هي عم يزبطوا معه الغرار عم بيعيد القصف عم بيتمرنوا الشباب المثابرة أبو السوس المثابرة أدب إلا عن هذا الموضوع أن المثابرة شغلة مأمي غرار فاشلي مش بس فاشلي على التيفور كمان فاشلي على نيترا ما تم إطلاقه هي هو ست صواريخ الآن كذلك بالمعلومات تم إطلاق ستة صواريخ تم إسقاط ما بين أربع صواريخ إلى خمس صواريخ تم إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية السورية إطلاق ستة صواريخ تم إسقاط أربعة منها فشل زريع مان أربعة من ست صواريخ تم إسقاطها يعني التلتين الصواريخ ما بينزلوا ما عم بصيبوا أهدافهم وهذا مراسل حرب مرموك يعني معروف عنه مش كيف ما كان هل من تفاصيل أكبر من مؤسسات إعلامية أقرب إذا الحدث مثلا شيء محطة سورية طبعا المعلومات وحسب ما أفاد المسؤول الأمني حوالي أربع أو ست صواريخ نزلت على الأطراف الشرقية الجنوبية للمطار ليك على الإخبارية السورية الصواريخ الستة نزلوا على قناة العالم دايما في بطولات إضافية options زيادة إسقاط أربع صواريخ بالدفاعات الجوية ليك بتحس أنه التلفزيون السوري عامل subscription على application تبع الfree version قناة العالم عامل تبع ال4.99 يعني عنده options زيادة بالapplication ده بيدفع حقا 4.99 في option إسقاط صواريخ بمضادات أرضية بالapplication تبع الإخبارية ما في هالشي ما نشو جنيته قرروا خير صواريخ خل يا نزلوا يا ما نزلوا بس خلينا نرجع للضربة تبين أنه الغارة ما إلا علاقة بزيارة نتانياهو عروسية لأن قبل السفر ضربوا بعد السفر ضربوا يمكن خلال السفر ضربوا طيب ليه الغارات هو ضمن سلسلة الاعتداءات على سوريا كلما حقق الجيش العربي السوري تقدما في حربه على الإرهاب والتنظيمات الإرهابية ما حجم القلق الإسرائيلي من انتصارات الجيش السوري الصهيوني في حالة من عدم التوازن نتانياهو مأزوم حقيقة والقيادة الإسرائيلية مزونة قلق والهواجس التي تسكن الإسرائيليين الصهيوني أمام حالة الباك أمام حالة التباك أمام حالة الصدمة الإسرائيل في حالة قلق طبعاً القلق الإسرائيلي واضح الإسرائيلي بشكل أساسي وحالة الزعف يتخوف الإسرائيلي هنا لا يتخوف فقط هو مزعور أيس أصلاً بمعنى أوضع الصهيوني أمام حالة التباك كبيرة هذه الارتدادات الناتجة عن وصول قواتها المسلحة قواتها المسلحة إلى منطقة إلى خط الحدود يمكن من المرات الآليلة اللي حدا بيخبرنا شو السبب الفعلي للقلق والخوف والتوجس والصدمة والارتباك والأزمة والهواجس والزعر تبع إسرائيل كل هول سبب أن جيش الأسد وصل على الحدود مع إسرائيل ذلك ميتين رعبة الإسرائيلية مش إنه مش بسيطة والحقيقة هيدا كان البند الأبرز بلقاء نتنياهو بوتين وصول الأسد على الحدود بعد اللقاء بيقول نتنياهو للصحفيين إسرائيل لا تعارض استعادة الأسد للسيطرة على سوريا وضمان استقرار نظامه لا بل هي ربما ستفرقع في فرقعات نارية ويكمن نتنياهو عم بحكي عن جد لم نواجه أي مشكلة مع نظام الأسد وخلال فترة أربعين عاما لم تطلق طلقة واحدة في الجولان هيدا نتنياهو بلسين وللصحفيين بعد زيارة روسيا اللي مفروض إنه فيش لي عم بقول خيئة أنا ما عندي ولا مشكلة مع الأسد قال لك رصاصة ما فيه رغم إنه إسرائيل ضربت الأسد سنة 2003 بعان الصاحب حد دمشق ضربت موقع الكبر النووي سنة 2007 بشرق سوريا عملت كذا اغتيال بقلب دمشق والأسد مرد على ولا وحدة من هيدول هيدا قبل الثورة وقبل ما يصير يقلق إنه إيه بس ما أنا مشغول بإسرائيل الداخل بعد سبع سنين من الأكاذيب إنه حزب الله وإيران فاتوا على سوريا لحماية المقاومة ومحاربة إسرائيل هيدا إسرائيل بشحمة ولحمة عم تقول ما عنا مشكلة مع الأسد منرحب بعودة نظام الأسد عشوي نتنياهو رح يقول ليه في أحلى من الأسد إذا صح اللي يوصي عتنان زيادة بوصي إلى اللقاء اشتركوا في القناة